السلام عليكم اليوم نحن نشرح 25 ملاحظة في القواعد وخاصة لاختبار القدرات لنبدأ أول ملاحظة عندنا رقم واحد أن 2 دائما يجي بعدها الفعل في المصدر أقوم بسيطة كثيرا لتحصل على المصدر يبقى لما أرى 2 يجي بعدها الفعل في المصدر 2 can, could, will, would, shall, should, may, might, and must بلس انفينتف يعني كل الأفعال الناقصة بيجي بعدها الفعل في المصدر he can speak French هنا speak الفعل في المصدر we should help the poor كلمة help برضو تطبر الفعل في المصدر بعد كلمة should it might reign الفعل في المصدر بعد الفعل المساعد might 3 has to have to بلس انفينتف كلمة has to كلمة have to بتساوي كلمة must كل الكلمات بيجي بعدها الفعل في المصدر أو ممكن استغنم have to في الماضي I have to wear my school uniform every day she has to wait I had to sleep يبقى عندنا have to و has to و has to يجي بعدهم الفعل في المصدر وكمان كلمة must يجي بعدها الفعل في المصدر number 4 should بتساوي ought to هما الاثنين بمعنى يجب should and ought to we ought to do our best to succeed we should do our best to succeed بتلاحظ ان ought يجي بعدها to أما should يجي بعدها الفعل مباشرة بدون to number 5 am is are was where بيجي بعدهم الفعل مضاف له ing verb ing or adjectives أو صفات or nouns أو أسماء هنشوف أمثلة she is playing tennis هنا is جي بعدها الفعل مضاف له ing i am tired هنا am جي بعدها صفة they were absent absent تعتبر صفة جاءت بعد where i was coming coming هنا الفعل مضاف له ing he is علي هنا is جي بعدها اسم علي they were at home ممكن كمان verb to be جي بعدهم حرف غر زي at children are noisy noisy تعتبر صفة يبقى verb to be am is or was where ممكن يجي بعدهم الفعل مضاف له ing أو صفة أو اسم رقم 6 am is or was where برضو verb to be ممكن يجي بعدهم past participle يعني تصغيف تالت للفعل لو كانت الجملة in passive يعني في المبني للمجهول بقول the room is cleaned everyday by the maid هنا بدأت الجملة بشيء غير عاقل وبالتالي بتكون الجملة passive يعني مبني للمجهول the room is cleaned everyday يعني يتم تنظيف الحجرة كل يوم by the maid they are cured in the hospital يعني يتم علاجهم في المستشفى the room was cleaned yesterday by the maid هنا عشان في yesterday قلت was cleaned they were cured in the hospital في الماضي بعد they يأتي where وبعدها الفعل في التصريف التالت للفعل لأنها passive رقم 7 am is or was where يعني verb to be ممكن يجي بعدهم being زائد past participle يعني تصريف تالت للفعل في حالة passive لما يكون زمن الجملة مضارع مستمر أو ماضي مستمر the food was being prepared by my mother when I came the food was being prepared الجملة هنا passive لأنها في الماضي المستمر was being prepared لو كانت مضارع مستمر كنا نقول the food is being prepared by my mother when I came رقم 8 كلمة been تأتي فقط بعد has أو have أو had بقول i have been late she has been waiting the plates have just been washed ممكن تأتي بعد have و has و had في حالة active أو passive رقم 9 الquestion tag يعني السؤال المذيل i am a teacher نخلي بالنا i am a teacher دي حالة غير منتظمة بيكون الquestion tag aren't i دايما لما تلاقي i am الquestion tag بتكون aren't i they have a big car الإجابة أو الquestion tag بتكون don't they لأن الجملة هنا مضارع بسيط have هنا نفيها don't لأنها فعل أساسي let's go to the beach دايما لما تلاقي كلمة let's في الجملة الquestion tag منها shall we let's go let's play let's eat يبقى الquestion tag بيكون shall we she has her lunch هنا هاز فعل أساسي في الجملة النفي بيكون doesn't يبقى doesn't she she has her lunch يبقى doesn't she رقم 10 because زائد subject زائد verb يعني لأن لو لقيت في الجملة كلمة because لازم يجي بعدها subject يعني فاعل زائد verb أما because of يأتي بعدها verb or noun نشوف أمثلة I didn't go out أنا لم أخرج أو لم أذهب في الخارج because it rained it هنا تعتبر فاعل subject rained تعتبر فاعل لكا لو قلت I stayed at home because of لازم يجي بعدها verb or noun because of the rain number 11 although بتساوي even though معناهم بالرغم من subject plus verb بيجي بعدهم فاعل ثم فاعل in spite of و despite معناهم برضو بالرغم من لكن الفرق إن بيجي بعدهم verb يعني فعل مضاف له energy في نهايته or noun أو اسم or phrase أو جزء من الجملة هنشوف أمثلة although it rained I went out هنا although يجي بعدها فاعل it rained لكن أقول in spite of the rain in spite of the rain ممكن أقول in spite of raining يعني in spite of يعني بعدها فاعل ing أو noun طبعا الجملة التانية بتكون كما هي I went out in spite of competing هنا فاعل مضاف له ing in spite of competing hard I lost the race despite the exerted effort هنا the exerted effort تعتبر phrase جزء من الجملة مش subject to verb يعني مفيش verb هندي في الجملة هنا قلت the exerted effort تعتبر phrase بكامل الجملة تانية she couldn't get the job رقم 12 the most or more than يعني صغط التفضيل وصغط المقارنة بقول the lion is the most dangerous animal أنا بتكلم على ال lion بقارن ما بين ال lion للأسد وباقي الحيوانات كلها عشان كده قلت the most dangerous animal أخطر حيوان لكن لو قارنت بين lions وال tigers بقول lions are more dangerous than tigers يبقى more than لما يكون في مقارنة بين حاجتين أو شخصين أما the most المقارنة بين حاجة واحدة أو تفضيل حاجة واحدة على باقي الحاجات أو شخص على باقي الأشخاص number 13 when ليها أكثر من قادة وأكثر من شكل بقول when I arrived the train had already left when هنا بعدها مضي بسيط الجملة التانية ماضي تام when I arrived I was watching TV when بعدها مضي بسيط والجملة التانية ماضي مستمر when I finish school I will join Kuwait University خلي بالنا لما وين يجي بعدها مضارة الجملة التانية بيكون فيها مستقبل يعني لو لقيت جملة فيها مستقبل يبقى وين يجي بعدها مضارة وليس ماضي when you visit me tomorrow I will be working on the project هنا وين بعدها مضارة الجملة التانية مستقبل مستمر number 14 while while we were shopping we saw a famous artist while I am studying I usually have coffee نخلي بلنا من while بيجي بعدها غالبا ماضي مستمر زي where shopping أو ممكن أقول was طبعا مع I وهي وشي وات وبعدها الفعل نضف له ING والجملة التانية ماضي بسيط لكن أحيانا while يجي بعدها مضارة مستمر زي while I am studying يعني أثناء ما أنا بدرس I usually have coffee أنا متعود دايما أشرب قهوة number 15 as as I speak my sister is having an exam as هنا معناها بينما ممكن بتساوي while في بعض الأحوال ممكن يجي بعدها مضارة بسيط زي as I speak الجملة التانية as I was crossing I saw an excellent أثناء ما كنت أعبر الطريق I saw an excellent أنا رأيت حادث he was studying as I slept ممكن كمان يجي بعدها مضارة بسيط والجملة اللي قبلها ماضي مستمر number 16 and so and neither and neither بتساوي and nor نشوف أمثلة ليه الجزئيتين دول I like drawing and so does my brother الجملة الأولى مثبتة I like drawing الجملة مثبتة وكذلك أو وأيضا يبسمها and so يبقى and so بتيجي في الجملة المثبتة أما الجملة الثانية I don't sleep early I don't sleep early لا أنا مبكرا and neither do my parents وأيضا يفعل ذلك آبائي and neither وممكن and neither يكون مكانها and nor يبقى and neither وأن nor بتأتي لما تكون الجملة الأولى منفية and so بتأتي عندما تكون الجملة الأولى مثبتة number 17 both and either or neither nor نحفظ كويس قوي أني both بعدها and either بعدها or neither both علي and and are talented both a and b have red cards or like tennis ونلاحظ أن الفعل مع both and بيكون دائما للجمعة either علي or or is coming or lives in London or 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 وفقا للفاعل الأخير يعني أحمد هنا مفرد عشان كده قلت is or lives or has neither خالد nor his brothers are tall neither or is نلاحظ برضو أن neither nor الفعل بيكون وفقا للفاعل الأخير are هنا علشان brothers is عشان أحمد هنا مفرد number 18 this دائما بعدها مفرد singular أما these يأتي بعدها جمع this been set or these children number 19 many عنها كثير تأتي للكountable nouns يعني الأسماء المعدودة وعكسها a few يعني قليل أما much يعني كثير للأشياء التي لا تعد أو الأسماء التي لا تعد وعكسها a little يعني قليل يبقى many مع بعض and much a little مع بعض I don't have many friends there are a few people يبقى كلمة friends وكلمة people أسماء تعد عشان كده اخترت many أو a few many معنى كثير و a few معنى قليل أما sugar وinformation أسماء لا تعد عشان كده جبت قبلها much أو a little واللهظ أن الأسماء التي لا تعد بستخدم فعل المفرد يعني بقول there isn't much sugar أو there is a little information number 20 a lot of بتساوي lots of الكلمتين دول بيأتوا قبل الأسماء المعدودة أو الأسماء الغير معدودة I have got a lot of friends there is a lot of information friends أسماء تعد و information من الأسماء التي لا تعد عشان كده اخترت a lot of قبلهم هما الاثنين لأن a lot of أو lots of تأتي ممكن قبل الأسماء المعدودة أو الأسماء التي لا تعد number 21 on حرف الجر on يأتي قبل days الأيام أو قبل كلمة left أو كلمة right أو كلمة floor أو كلمة the way أما in بتأتي قبل أوقات اليوم in the morning in the afternoon in the evening أو قبل الشهور زي in June in July أو أبل فصول السنة in summer in winter أو أبل البلاد أو in the middle يعني في المنتصف أما كلمة at أو حرف الجر at يأتي قبل الوجبات at breakfast at lunch at dinner أو قبل الأماكن الصغيرة زي the airport at the airport at the shop at the office at home at the end at 6 o'clock at the top نلاحظ رقم 24 like enjoy start prefer mind دائما الأفعال دي يأتي بعدها الفعل مضاف له ing ممكن أقول I like playing tennis I enjoy watching television number 25 so بتساوي كلمة therefore معناهم هما الاثنين لذلك ويأتي بعدهم نتيجة it's raining إنها تمتر outside so لذلك we would rather stay at home من الأفضل أن نبقى في المنزل thank you for watching